بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم و أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الألمين البرنامج اللي هو بتكلم عن التصنيع و كل المهن و الصناعات وهيشجع أي تجربة نجحة يكون عايزة تتعب و عايزة تشتغل و عندها لديها عايزة قدوة و نموذج اللي هي تقدر تشتغل فيه وتقدر توصل للهدف فتاحها و أي شاب عنده طموح في برنامجنا مع الأمين و النهاردة هنتكلم عن مدى تأثير قطاء الزراعة و الصناعة في مصر و حول هذا الموضوع المهم يسعدني و يشرفني أن يكون معايا ضيف في الحلقة النهاردة أستاذ محمد محفوظ محلل الاقتصادي أهلا و سهلا أستاذ محمد في البداية أستاذ محمد أنا حابب أوضح أهمي قطاع الصناعي بالنسبة للاقتصاد المصري بالنسبة لقطاع بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لقطاع الصناعي ما فيش بلد متقدمة اللي هم رواد العالم في الصناع أو الجي توينتي الناس اللي في الجي توينتي القطاع الصناعي ما بياخدش نسبة كبيرة من ناتج القاوم الإجمالي للبلد بالنسبة لمصر الناتج القاومي الإجمالي اللي هو مجموع السلع أو الخدمات التي تنتج في البلد بـ 2018 كان حوالي 250 مليار دولار يعني تقريبا بالمعدل المصري 4 تريليون جنيه نسبة الانتاج الصناعي للمكون الأساسي للناتج القاومي 18% بمثل 18% حقا 18% دي مش جزء كبير بالنسبة لإنتاج الصناعي في أي بلد يعني احنا عشان نقول احنا تطلع من البلد من البلد في البلد المتقدمة لازم الإنتاج الصناعي بتاعها ما يقلش عن 30-35% من ناتج القاومي الإجمالي للبلد احنا لسه شوية 18% فيعني احنا يعني ان شاء الله في الفترة الجاية نحاول نضفر الجهود ونحاول مشاكل الصناعي تتحل شوية بحيث ان احنا نقدر نطلع بالنتج الصناعي في النتج القاومي نثبته تعلق شوية عشان خاطر نبقى من البلاد المتقدمة تمام ومنؤول اتنظر حضارك عبد محمد يعني ايه المقاومات اللي هي المقاومات الصناعي في مصر تمام مقاومات الصناعي مثلا بتنقص من الاول حاجة رأس المال الايد العاملة الخامات القوى المحركة الاسواق الليجيستيات دي اي صناعة لازم تكون المجموعة الحاجات دي موجودة عشان تعمل صناعة بالنسبة للمعلومات بالنسبة اللي احنا عاوزين مثلا اللي عاوز ياخد يام مشروع مثلا فيه عندنا للاسف نقص في المعلومات عشان امت مثلا عدد مثلا في القاهرة او في السكندرية طب الزوء المستهلكين في البلد دي وخبال حضارك وتعداد السكن بتاعهم فالكم المعلومات اللي موجودة ما بيتحش برضو للمتخذ قرار يختار ايه وفين يوزعه كمان فدي فدي عندنا عاوزين النقطة دي نحاول يعني سهولة الحصول على المعلومات تمام وبرضو زيزي محمد يعني حابين برضو ايه اللي احنا ازاي نعمق الصناعة المحلية الصناعة المحلية لو انت عاوز تعمق الصناعة المحلية عشان تصدر لازم المنتج بتاعك يتبع في بلدك الاول اي نافس في بلدك عشان يقدر ينافس في البلد في البلد البرة فلو مش هيقدر ينافس في مصر صعب جدا ينافس برة انت عندك انت في مصر مثلا عندك انت شوية يعني مش عاوزين نقول معاوقات يعني شوية روتين شوية في استخراج الترخيص ترخيص الصناعة طبعا دي بتاخد وقت كبير جدا عشان تعمل مشروع بتاع الترخيص بتاعتها فيه كمان من ضمن الترخيص الحماية المدنية ودي بتاخد جزء كبير جدا عشان تاخد الترخيص من الحي او من التنمية الصناعية او كده بتاخد محتاج وقت كتير ومحتاج شغل كبير برضو القروض في البنوك يعني او زي تتمول مشروعك محتاج الدراسات دي الدراسات الجدوى دي اكيد بس برضو بتبقى فيها يعني ايه مش بالسهولة واليسر انت قدر تاخد كم القروض عشان تبنى على صناعة العمالة المدربة برضو يعني انت عندك في مصر مثلا ممكن برضو لأسف مفيش عمالة مدربة جيدة كده دي برضو من حاجات اللي بتقلل الموضوع تعمل المشروع ازاي تمام يعني بالنسبة برضو او زي محمد يعني ايه ابرز الصناعات برضو اللي احنا حابين نعرفها في مصر يعني احنا بنركز عليها الفترة اللي جاية تمام والصناعة فيه صناعة استخراجية وفيه صناعة تحولية الصناعة استخراجية دي بتبقى محتاجة كابتل اوي وشركات كبيرة بتعملها اللي هي مثلا استخراج بطرول استخراج غاز استخراج فحم دي صناعات استخراجية فيه احنا بالنسبة لنا الصناعات التحولية دي اهم حاجة نقدر نركز عليها الفترة الجاية صناعات التحولية دي قوة محركة يعني صناعة مواتير وقالات ضر صناعات غزائية صناعات بيتروكوميوية صناعات دي قطعات دي اللي بتشد الاقتصاد ان كل منتج نهائي بيحتوي على ثلاثة اربع منتجات اخرى من صناعات تانية يعني مثلا تصنع ورق مثلا محتاج صناعات كيموية تاخد مادة منها عشان تقدر تطلع المنتج النهائي ورق فالصناعة عملية متراكبة على بعضها فكل ما يكون فيه عندك انت في السوق منتج بتاعك وقبل ساعتك تقدر حاجة تبني على حاجة هل في مصر برضى المحمد بالنسبة للصناعات التحولية مصر دلوقتي بالنسبة لها بتركز على الأمر دوت اه لا طبعا فيه احنا الفترة اللي فاتت دي كان الاهتمام كهساس الدولة استثمار عقاري معظم الحاجات باستثمار عقاري واخي بحرك ومشاريع عشان بنية أساسية عشان نجهز نفسنا عشان انطلاق الصناعة فاحنا بالنسبة لنا كان الفترة اللي فاتت دي اللي هي تمويل العقاري عشان ما كانش عندنا أي صناعة محتاجة عملة خارجية الآلات ومعدات والآخر فانت ما كانش عندك في الفترة ده دولار متوفر فبعد التعويم توفر الدولار وبهنا نقدر ندي نقدر نمول صناعات عشان احتياج الصناعة للعملة الخارجية كبير عشان تبشي مصنع او تنشئ حاجة محتاج آلات ومعدات ومواد خام وكل ده محتاج عملة فالحمد الله دلوقتي احنا البنية الأساسية موجودة والبنوك فيها دولار تقدر تتمول المشاريع الفكرة كلها البلد الدول الحكومة ان هي الاراضي الاراضي تطرحها المرفقة تطرحها بسعر معقول حتى لو هي مثلا ممكن تبقى على فترات طويلة سداد يعني عشرين تلاتين سنة طول حياة المشروع تقدر تسترد قيمة المدفوع بحيث ان احنا لما نعمل مصنع بنشغل ناس الناس دي بتقدر تدور عجل الاقتصاد وبحرك بيبقى في قوى شرائية معاهم يقدروا الناس اللي شغالات تشتري سرع وخدمات من تاني فالدائرة تمشي اكتر والدنيا والنمو يبقى اسرع احنا احنا اقصى حاجة احنا عملناها خمسة وستة من عشر النمو احنا يعني عشان المواطن يحس بالنمو ده لازم من يقلش عن تمانية في المية تسعة في المية الكلام ده اللي هيعمله القطاع الصناعي اللي هو الفترة الجاية دي اعتماد الدولة لازم تكون على القطاع الصناعي طب وانا حب برضا محمد بالنسبة ايه الحاجات اللي تتصدر برا للخارج يعني ان ابرز الحاجات في مصر ايه تتصدر والله احنا احنا بالنسبة فيه منتجات بتبقى حاجة فردية يعني ايه مفيش مثلا سيه مثلا تلاقي مثلا صناعة مثلا منتج نسيج مش كل انواع المنسوجات بنصدرها بتبقى مثلا فيه عندك ميزة نسبية مثلا سيه مثلا في التشيرتات القطن او البلاطين الجينس او حي كده او مثلا فيه مصانع عالمية بتيجي تتفصل البدل بتاعتها في مصر يعني مثلا امريكاة عالمية بتيجي تنتج بتاعت عشان عملها بسيطة رخيصة وبرضه وتوفر الطاقة وكده فبتيجي تعمل بس بتاعتها بتاعتها في مصر وتعاد تصدرها لكن ما تقدرش مثلا عندنا الصناعات اللي هي ممكن تبقى فيها الفترة الجاية دي فيها تفرق تصدرية وفيها منافسة كويسة بالنسبة لنا احنا صناعة البيتركميويات والأسمنت عندنا فوقت في الأسمنت خالص يعني احنا عندنا الأسمنت عندنا في مصر في حوالي مثلا عشرين مليون طن في السنة فوائد ممكن نصدرها بالنسبة للأسمنت أسمنت آآ آآ يعني احنا كان عندنا في الأواخر السنة القرن دهوت كان عندنا انتاج أسمنت عجز وكنا بنستور الأسمنت اتعامل المصانع ودي نفس الفترة الجاية دي لو فيه أشرح لحضرتك الموضوع ده يعني نفسي الفترة الجاية دي اللي بتبقى يعني احنا كان عندنا أزمة بنستور الأسمنت داخل القطاع الخاص مع القطاع العام البنوك عملت ومناء الاساسمار عمل اكتثابات للناس وتعامل أربع خمس مصانع زي أنا الأسمنت وأسمنت سينة وأسمنت منسويف وأسمنت جنوب الوادي وعملوا طفرة في إنتاج الأسمنت فبدل ما كنا احنا بنستورد أسمنت بقى هنا عندنا فوائد وبنصدر أسمنت الوادي عشان كده برضو وزرحمت بسمنا ما شاء الله مشاريع الشباب اللي طالعوا الأمور دي كلها طبعا لا هي موضوع الشباب عاوز عاوز يعني ايه الموضوع مربح جدا للشباب أحسن من أي حاجة بس هو مش عارف يبتدي إزاي لازم الدولة تساعد وتقول له إزاي تبتدي إزاي مثلا إيه تقول له مثلا أنا عندي مثلا زي أنا بقول حركة المعلومات بتاعت الجهاز الإحصى الجهاز الإحصى والتعباء الأمور والإحصى بيانات أو بياناتها السمر إيه النواقص اللي إحنا عندنا في المنتجات بتحدد الليستة بالمنتجات دي وبتحاول مثلا إذ منتج ده مثلا محتاج فيه مثلا مكنة مخرطة أو تناية أو مثلا فبتبتدي تجيب لتوفر للشاب كده وبتديره دورة تدريبية في الإنتاج المنتج ده عشان بعد كده لما المنتج يطلع يلاقي بيع يقدر يبيع وقبل ساعتا برضو نفس الكلام ممكن يحصل مشاركة ما بين المستوردين الكبار مثلا والشباب أنا بستورد مثلا سلعة معينة فأنا بالنسبة لي عاوز يعني عاوز أقدر أنتجها فأنا بالنسبة لي ممكن أعمل مرش ما بين الإنتاج والتسويق الناس اللي بتستورد ممكن تاخد إنتاج الشباب ده لو فيه جودة عالية تقدر تسوقوا عندها في الوقت يبقى الموزعين في مصر عشان يقدروا يستغلوا كويس تمام بسم الله يا ربي خليك الله يخليك وزي ما أنت بتنور لنا الأمور كلها وتفيدنا وتفيد مشاهديننا فنطلع فاصل ونرجع لكم تاني طدس محمود استنونا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه نكملين حوارنا مع المحوارنا الممتع مع الأستاذ محمد محفوظ وأستاذ محمد إيه المشاكل اللي هي بتواجه الشباب وأصحاب الموصنع في مصر والله المشاكل زي ما قلت حق فيه المواد الخام الصناعة عشان تعمل أي منتج نهائي لازم تمويل فطبعا دي فيه مشكلة تمويل بالنسبة للشباب إزاي يقدروا مثلا يحصلوا على التمويل فيه طبعا فيه أكتر من جهة بتدي مبادرة البنك المركزي والسندوق الاجتماعي بس الشانيل إزاي تقدر يعني توصل دب ده هي دي المشكلة بالنسبة للشباب بيبقى شايف الموضوع يعني ايه صعب شوية يعني صعب شوية البداية برضو البيانات بتاعت الأسواق إن انت تنتج ايه وتوزعه فين فدي مهمة جدا بالنسبة للشباب عشان يبتدي ياخد يعني يبتدي يعني يبتدي بسم الله الرحمن الرحيم أي مشروع لازم له راس مال وبعد كده في رفع مالية من البنك عشان يقدر يكمل المشروع برضو كان عندنا كان مشاكل طاقة بس الحمد لله تحلت بالنسبة للمشاكل الطاقة المواصلات برضو طرق عشان توصل السلع بتاعتك دي من دي التاني حاجة الإجراءات الحكومية في الترخيص زي ما قلت لحضرتك والغفرات بتاعت الناس العرب يعني في حاجات بتبقى شوية بتمنع قيام الصناعة بسهول يعني تمام وبالنسبة عز محمد بالنسبة موقع مصر على الخريطة تمام في الصناعة وفي العالم كله والله احنا عندنا موقع كويس احنا في نص العالم تقريبا وبعدين عندنا اتفاقيات دولية مع كتير من الدول الأفريقية والدول الغربية ان انت توصل لمنتجك بدون جمالك ودي حاجة كويسة جدا 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 لكن بتبتدي انت في الموقع وقناة السويس المنطقة الصناعية كل دي عامل جذب والبنية التحتية بتاع الطرق ومواني واتصالات فدي طبعا دي حاجة كويسة جدا بتجذب المستثمرين للأجانب بس المشكلة كلها طريقة البداية لسبارك الأولاني عشان تبدأ مشروع في مصر هي اصعى من اي حتة تانية يعني الزجاية مثلا تعمل السجل التجاري والبطاقة الضربية والترخيص الصناعي والموافقات البيئية والموافقات الدفاع المدني بتاخد اجراءات كتيرة جدا طب ايه زيني سهلة محمد على الشباب بالنسبة للأعشان والله يعني كانوا بيقولوا هنعمل الشباك الواحد ده اه انا بصراحة مش عارف يعني لسه موضوع الشباك الواحد ده يعني في كل المحافظات ولا في القاهرة بس طريقة الحصول على الأراضي المرفقة ما عندناش احنا مثلا مساحات صناعية مرفقة فبيبقى يجي المستثمر وشباك الواحد ده زحمة بقى مويت في الدول كلها بزبط يعني حضرتك مثلا يعني مش عاوز نقارن ببلاد عربية عشان تبتدي مشروع هناك اسبوع انت عندك في مصر مش هقل مثلا يعني عشان تقول بسم الله الرحمن الرحيم ست سبعة شهور لما تبتدي تاخد ترخيص من ده ومن ده ومن ده زي ان فيه يعني يعني مثلا فيه انا يعني فيه ناس فيه جهات بتاخد فلوس مش معها تاخد فلوس يعني انت مثلا بتعمل مشروع نقابة المحامين تاخد منك فلوس ليه النقابة المحامين مثلا المحامي اللي هو ياخد يعني يموي يعني النقابة يعني تدفع لانت المحامي وهو يدفع النقابة بتاعته فانت بتزود الرسوم عليك يعني انت انت بتدعم نقابة المحامين مع انك انت بتدفع محتاج مثلا حاجة ورق محامي بتاعك بيخلصوا هو الموضوع ده مهم جدا وعايزين نركز عليها ا ا ا ا بالنسبة انت مثلا بتتلاقي نفسها عاوز تسجل حاجة تلاقي مثلا بتدفع النقابة المحامين نقابة المهندسين كمستثمر مفيش اي حتة في العالم بتدي يعني انت عاوز تعمل مشروع بتتفق مع المهندس بتديره اعتعابه هو يدي النقابة بتاعته ده هو انت مش هتدعم نقابة المحامين او مش هتدعم كمستثمر لكن انت عوشان تزود رأس المال لازم نقابة المحامين لو عشان عاوز تسجل من أرض أو تسجل لازم نقابة المحامين فما لهاش علاقة بعد فكل ده أعباء على المستثمر والمشكلة كمان بالنسبة للأجنبي بيستغرب مفيش كلام ده بره وإيه الرسالة انت حابت توجهها عزيز محمد في الأمر ده والله أنا عادي التشريعات انها الناس يعني اي الرسوم لازم تبقى بقدر والله أنا أوجهها للمجلس الشعب انه اصدار قوانين التشريعات واصدرها الحكومة عشان يعني تبتدي تعمل تشريعات ودين مجلس الشعب عشان تبص يعني ايه أنا تحسب مثلا هكلف هعمل مشروع مثلا بعشرة مليون عشان أقول لحد ما هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم انت يعني ايه ترخيص بيكلف كامل هتلاقي مثلا بيكلف مبلغ كبير يعني ده بخلاف مثلا المعدات وخلاف ثمن الأرض وباختلاف كل شوية الورق اللي بيجهزوا عشان تبتدي مشروع كتير عبق إجامة ده على الشباب ده على الشيطان بقول الحركة ده على اللي هو الناس اللي مستثمين الكبار يبقى جامد فما بقى الحضراك بقى الناس اللي تقول لسه بداية فبتبقى عليها اللوت أكبر وخبى الحضراك خاصة بقى نهو بتعامل مع أكتر من جهة وكل جهة لها رسوم معينة وخبى الحضراك عشان برضو نقول كده وبعدين أي حاجة بقى ممكن تعرف انت برضو يعني ايه في نفوس ضعيفة وفي نفوس كويسة وفي ناس بتعقد عشان تاخد مش عارف ايه وفي ايه فده ده واقع احنا مش عاوزين يعني يعني احنا طبعا بنتكلم مع امنا يعني من آخر تبقى راشفة اه 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 احنا باب فساد وبتاع احنا امنا مع بلدنا اه وامنا مع المسؤولين وامنا مع الجمهور احنا عندنا مشاكل الآن لازم اقول احنا عندنا مشاكل صح عشان لو انت يعني لازم تقول انا عندي مشكلة عشان تعرف تحل صح لكن لو بتقول كل حاجة كويسة كويسة عمرك ما هتعرف تحل تمام ففي فعلا فيه في معوقات تمام فالمعوقات دي لازم تبتدي يعني الناس اكن يعني نبدل الكراسي المسؤول يقول انا هعمل مشروع صح هتكلف كام ويشوف يحسب مجموعة تكاليف بتاعته قد ايه هل ده مناسبة لواحد بادي قد بادي مشروع اكيد فيه حاجات فيه بلود كتير او ممكن تتوفر صح فدي بتساعد الناس تعمل كده وبعدين فيه كده مثلا قبل كده الاقتصاد عملية تفاولية لو احنا مثلا مجموعة اشخاص حاسين ان بكرة كويس والدنيا كويسة كل واحد هتطلع فلوس صح واخبى لحضرك طب تعالى نعمل مشروع حاجة صغيرة طب ده حاجة طب ده ايه رأيك في المشروع ده ايه رأيك في المشروع ده طب لو اقول لو اعوذوا بالله مثلا الناس مش مش شايفة بكرة كويس كل واحد مش هتطلع فلوس صح واخبى حاجة فيحصل انكماش صح لكن انت لو شايف بكرة كويس فانت كل الناس هي موضوع الاقتصاد ده اساس والتفاول يعني ممكن ما يكونش عندك حاجة بس شايفة بكرة كويس هتيجي مش عارف راجل ياخد مثلا سيغة مراته مثلا عشان يبتدي عمي مشروع واحد هيبيعش عنده شقة هيبيقدر يبيعها الناس هتبتدي حركة الحركة دي هتجيب فلوس وهتبقى فيه دايلة راسمال كبيرة تقدر تنمي الاقتصاد ونعمل معدلات نموه في البلد اكبر من كده بكتير وإيه اللي مطلوب بالدولة المحمد برضو ايش نحابين برضو ايه؟ والله والله الدولة فيه لازي يعني مثلا هقول لحضرتك على حاجة هديك مثال احنا مثلا نسيب في مصر ما عندناش كاوتش عربية النقل ما عندناش مصر لا تنتج كاوتشات الكاوتش النقل عربية النقل ولا الاوتوبيس احنا نشوف استهلاك كبير جدا 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 انا مفروض التميز الصناعية القبع الوردات والصدرات تشوف اكبر المستوردين للكاوتش ويبتدي يحصل اجتماعات معهم يا جماعة احنا هنعمل مصنع كاوتش وانت كده انت ضمنت التسويق عشان نزل الناس دي اكبر اكتر ناس عندهم الخبرة التسويقية كويس انت هتديهم منتج جيد وهما الشراكات في المصنع في المشروع بس سهل اجراءات بتاعت كده وفي مثلا البنوك بعد كده بتخش بتدي رفع مالية وتقدر تقدر تينشأ المصنوع المشروع بمجرد ما ينشأ المشروع الناس اللي هي بتوزع بتستورد وعندها موزعين وتجار جملة وتجار كالتجزئة المنتج بتاع المشروع هيتضمن تسويقه وهم شركاته وبرضه عشان الوقت بيدهمنا برضه زي محمد يعني اخيرا بقى احنا عايزين برضه اين الرسالة بتقدمها للدولة او للشباب والله انا للشباب انت بداية طريقك مش هتلاقي الدنيا سهلة لكن على قد ما تتعب على قد ما ربنا يكرمك وتأكد ان النجاح انت لو عديت الخطوة الاونية هتلاقي حياتك اتغيرت جدا 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 وما فيش حد من اعظماء العالم او حد يعني اللي هم حتى بيل جيتس وبافن والناس اللي عملت تريولينات مفكار صغيرة وعندها لازم تكون عندك عزيمة وانت بتوقع قبل ما تبتدي اللي انت هيكون فيه مصاعب وعندك لازم تكون صبر وكده تمام بشكر حضرتك باش مهندس سيد محمد محفوظ النحل الاقتصادي يا ربي خليك دورت بغمجنا وأسعدتنا الله يخليك نسعدت بلقائك الله يخليك ونشكر بشاهدين القرآن اللي تابعونا واستنونا الجمعة الجاية ان شاء الله في نفس المعاد وضيف جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة